ازايكم حبيبي اا الفيديو دا معمول الاولى والتانية سنوي. اا طيب انا المفروض يعني مفروض الفيديو ان انا هشرح فيه نظام اللي هاشتغل به السندي انشاء الله. دا المفروض. لكن انا مش هعمل كده. اا ليه? لان احنا بنضيع وقت كتير قوي. اا اللي عايز يعرف النظام بالتفاصيل يخش هيلاقي فيديو في نظام تلتة سنة على نفس الشانل بتاعت اليوتيوب الفيديو ساعة ونص تقريبا الساعة ونص ده لا مش حصة انا عارف واحد دي يجي في زينه كده يقولك ساعة ونص ده اكيد اول حصة لا ده هو انا بشرح النظام اللي انا هشتغل به طيب هنانا نظامك انت هحتاج برضو ساعة ونص عشان اشرح لك تقريبا اه لان هو نفس النظام تمام طيب للدرجات دي نظام مؤقد خالص هو النظام عادي جدا يا جماعة احنا بس الفكرة ان احنا شغالين يعني ايه يعني في العادي انت متعود والمدرسين متعودة ان هما بيشتغلوا حصة في السنتر فما بيقاش في نظام ما فيش حاجة اسمها نظام غريب بتيجي تحضر الحصة في السنتر فالمستر اللي هو انا بيشرح الحصة ده في السنتر اوكي بعد ما بخلص شرح ممكن يسيبك تحل شوية ويديك هومورك تحله في البيت عشان هو اسمه هوم يعني فهتحله في البيت سبحان الله هتيجي هيستلم منك الهومورك هيستلمه ازاي هيبقى فيه اسستنت بيصحح الواجب هيديك عليه درجة ويبقى فيه كويس كل حصة قبل الحصة ما تبدأ بتمتحنه بتحله بعدين بيتصحح تاخده في اخر الحصة فكل دي حاجات بديهية لكن شفت وانا بشرحها دلوقتي خدت وقت قديه مع ان ده النظام المتعارف عليه كلنا عارفين يا جماعة الحصة في السنتر بتمشي ازاي اللي انا قلته ده مش جديد عايز توصل لإيه صلي بينا عن نبي اللي انا عايز اقوله ان النظام في الونلاين بسيط زي ما في السنتر بسيط بس الفكرة فكرة إيه انت متعارف عليه بالنسبالك نظام الونلا ايه سوري نظام السنتر حاجة اقولك ان هقف على البورد اشرح فانت مش محتاج يعني سبحان الله همسك ألم بورد واشرح وقت عادي يا جماعة ما فيش حاجة اوكي الفكرة في الونلاين ان انت مش متعارف عليه قوي او هو النظام مش متعارف عليه بالنسبالك فتفاصيله كتير الشرح البرسونال اسيستن السيستم نفسه الويبسايت نفسه بتسلم الهومورك ازاي وهكذا فيه تفاصيل كتير فيه تفرعات كتير هي مش معقدة بس هناخد وقت كتير في ان احنا نشرحها يسود ده اوكي طيب فانا توفيرا لوقتي ووقتك ما لهاش لازمة ان انا اشرح النظام النظام ان شاء الله هيعجبك يا مش هاده اقولك نظام وابتاعه هيعجبك ان شاء الله احنا اول ما هنيجي نبدأ قبل ما ببدأ بتلت او اربعة ايام انا هبدأ اونلاين ان شاء الله انا فهمك التفاصيل المبدئية الشكل او الصورة من بعيد للنظام اوكي قبل ما هبدأ بقى باربعة ايام لو انت حاجز معايا ان شاء الله ودفع الشهر معايا خلاص انت اوكي تمام معايا 100% فيه هيكلمك كل طالب هيكلمك بتاعك هيشروح لك كل حاجة ازاي تدخل على الوبسايت ما فيهاش حاجة يعني بس ايه هيفهمك ازاي تدخل على الوبسايت هيتابع معاك اول باول هيسألك كل شوية هتلاقيه كل شوية خانقك كل يوم هيشفت الحصة طب فيه مشكلة طب عملت الواجب هيفضل يتطمن عليك كل شوية ده النظام العادي اللي انا عايز اقوله اني بحاول اطمنك يعني فكرة النظام انت متقلقش منها لان انت بيبقى معاك اتنين مسؤولين عنك على المستوى العلمي وعلى اي مشاكل هتواجهك معرفتش مسلا دلوقتي انت مش عادي تسلم الهومورك ازاي هو هيفهمك هتفهم عادي هتكلمه مفيش اي مشكلة ممكن تواجهك عارف ليه مفيش اي مشكلة ممكن تواجهك عشان انت هتسأل في اي حاجة اي حاجة هتلاقيه معاك على طول على الواتساب في اتنين بيبقوا موجودين معاك ان شاء الله هيساعدوك دايما فما فيش مشكلة اوي يعني انا اصلا دهات وقت كتير عشان اقولك ان انا مش طيب صلى على النبي هنشتغل ازاي السنة دي اصلا التفاصيل المبدئية بالنسبة الاولى والتانية سنوي ان شاء الله احنا هنشتغل بنظام اونلاين كلي اوكي يعني انظام اونلاين كلي يعني مش هاجين مش زي تالتة سنوي هو ده الفرق الوحيد ما بين اولى وتانية وتالتة سنوي عشان بس تبقى فاهم في بعض اوليها الامور كانت بتبلغ السنتر او بتكلمني بتبلغني بتبلغ الاسستانز او تبلغنا انا عادي مستر احنا نفسنا ناخد معاك احنا بنسمع عنك بس احنا كان نفسنا تبقى سنتر بس انت حراك نازل اونلاين بس فاحنا خايفين من ده صدقوني يا جماعة لو الانلاين اقل من السنتر انا ما كنتش اشتغلت بمعنى اولا وتانية سنوي بالنسبالي مش مجدية اوي انا ما بتكلمش كشغل ولا كفلوس انا بتكلم كشغل بالنسبالي انا شغلي تالتة سنوي اولا وتانية دي يعني مراجيح كده خلاص حتى تطلبة نفسها هابلة الهدف منها انك تتعلم هي لها تحدد كليتك حتى الان يعني انت ما بتاخدهاش جد وليه امرك ما بياخدهاش جد انا بس الوحدي انا والاسستانز اللي بناخدها جد طيب عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان انا لو مش واثق شفتوا انا بقول الواثق بطلق يعني سبحان الله انا لو مش واثق مية في المية اني هشتغل اولى وتانية سنوي كويس وكويس جدا احسن من السنتر واحسن من الونلاين ايه؟ احسن من السنتر واحسن من البرايفت كمان انت لو بتاخد درسي في البيت او بتاخد في سنتر النظام اللي انا عامله ما كامش على الونلاين عموما النظام اللي انا عامله في الونلاين ان شاء الله هيبقى احسن من الاثنين دول اه وتقدر تتأكد من ده من الدفعة اللي قابلك خلاص الدفعة اللي فاتت كانت اول سنة اشتغل اونلاين اه كان في مشاكل كتير انا عملتها طبيعي نظام جديد عليا اه كان في مشاكل كتير زي مثلا عدم تنظيم مواعيد الحصص كنت ساعت بقى كانت مراجيح كنت ممكن انزل الحصة بعد ما عدها بيومين اوكي اه الديدلاين كنت بخنق الطالب يعني انا باخر الحصة وبلزمه بالديدلاين اوكي وطبعا ده منطقي يعني انا عامل خطة زمنية معاينة فانا اتأخرت اه اوكي دي غلطة مني بس انا مش هنفع اخرك انت كمان فبزنقك ها بس ده مش هتكرر تاني اه الواجب الكتير اللي ما كانش بيبقى ليه لازمة دايما اه بس انا كنت بقى امن نفسي عشان انا ما كنتش دارس النظام مية في المية كان نظام جديد علينا كلنا وبالتالي انا ما بحبش اغلط اه والحمد لله الحمد لله برضو صعب او مستحيل انك تلاقي طالب قالك لا ده كان شغال بنظام غلط اه هو اه كان في مشاكل في المواعيد في تأخير المنهج لكن مستحيل تلاقي طالب يقولك ده كان بيدربنا على مستوى غير المستوى اللي لايناه اخر السنة بالعكس كله اه شهد الحمد لله ربنا وفقني في الموضوع ده اه ان المستوى اللي انا بشتغل به هو يمكن اصعب مش يمكن هو اكيد اصعب كتير من المستوى اللي بيجي اخر السنة يعني انا تقريبا بعلمك صح تمام اه بلاش نقول ان احنا بندرب على كل الافكار اللي هتيجي عشان مفش هاسمع افكار هتيجي انت بتتعلم تفهم بعد كده ان شاء الله هتعرف تحل كل حاجة طيب اه قابل ما خش على تفاصيل الحجز وازاي تحجز اه هما بس كم كلمة كده هقولهم لك اه احنا هنشتغل اه انلاين عموما اه الحصة بتنزل ازاي الحصة غالبا بتتقسم على جزئين او تلت اجزاء اوكي اه ممكن تنزل جزء واحد طيب يعني ايه بتتقسم اه انا دلوقتي هشرح جزء فيديو هينزل مسجل اه الفيديو ده هيفضل مفتوح معك لحد اخر السنة اه الكواليتي بتاعته بتبقى كويسة جدا الصوت والصورة والشرح هتفهم كل حاجة طيب مستر انا بخاف اه اخد اونلاين عشان انا بحس ان انا في حاجة ممكن ما فهمهاش فبقى عايز اسأل المستر اه اوقفه واسأل في الحتة دي طيب اه ده مش وارد يعني ايه يعني ان شاء الله غالبا مفيش حاجة هتحتاج توقفني وتسأل فيها ولو احتاجت كده انت كده كده معاك اتنين personal assistance اتنين شطرين جدا مؤهلين جدا ان هم يساعدوك ويشرحوا لك كويس كمان يعني مش بس هم فاهمين المنهج لا هم كمان يقدروا يشرحوا لك كويس جدا لو احتاجت ده تقدر تسألهم في اللي انت عايزه بس ان شاء الله ده مش وارد لان انا بكون عامل حسابي اه انه انا بشرح الفيديو كل حاجة بتبقى مشروحة بالتفصيل وببقى عارف اسئلتك يعني اللي خد معايا لو انت طالب في تانية سنوي كنت معايا فقولها سنوي اه عارف كويس قوي انا وانا بشرح بقول ايه هيجي طالب يسأل في كذا واجاوب ويسأل في كذا واجاب ويسأل في كذا فبجاوب كل اسئلتك انا حتى الناس كانت بتكلم تقول لي مصر لو انت بتعرف الاسئلة اللي احنا كنا نسألها منين معايا عشان عارفك غابي هلا انت غابي بتسأل في اسئلة فانا بجوح اوكي طي تاني حاجة اه سوري الجزء هينزل فيديو حصة مسجلة هتتفرج عليها بعد كده بيبقى فيه كلاس وورك الكلاس وورك ده يا جماعة هي مسائل زي مسائل اللي احنا بنحل من اسمها كلاس يعني حصة سبحان الله زي هوم وورك بتحله في البيت فالكلاس وورك ده هي المسائل اللي انت مفروض تحلها ده حاجة تدريبية عشان ابقى متأكد عشان ابقى متأكد ان انت بس فهمت والدليل على انك فهمت انك عرفت تحل الكلاس وورك هتحاول فيه الاول لوحدك اه تحاول تحله كويس قوي تتعلم منه بعد ما تحاول فيه ببقى حاطة فيديو تاني سعب بينزل متأخر شوية عشان انت تلحق تفكر مع نفسك اه بشرح فيه الكلاس وورك ده بالتفصيل اه اكتر حاجة مفيدة في النظام بتاعي هي الكلاس وورك يمكن هي اهم من الحصة الحصة دي انا بشرح فيها كويس اه بحل شوية اكزامبلز اه بس بحط البهاريس كلها في الكلاس وورك عشان يسيبك انت اه تتدرب تفكر لوحدك فيها اوكي طيب اه وببقى منزل فيديو والفيديو ده هتشوفه عشان ايدي واجعتني بس اوكي اه الفيديو ده هتشوفه اه هتلاقيني بشرح كل مسألة بالتفصيل مش بس بحلها لا اه انا بعلمك من المسألة اه انا عندي مبدأ كده احنا ما بنتعلمش المسألة احنا بنتعلم منها فاتعيني اونا بشح المسألة اواريك انا فكرت ازاي وليه وامتى بعمل كده اوكي طيب ده بالنسبة للجزء الاول لو الحصة متقسمة جزءين هيبقى فيه فيديو تاني للجزء التاني هيبقى فيه كلاس وورك تاني هتفكر فيه الاول وتحلو لوحدك عرفت عرفت معرفتش وقف معك شوية مسألة اتفرج على الفيديو اللي انا حلل فيه الحاجات دي طبعا تقدر تسأل لو فيه اي خطوة انت مش عارفها بس ده مش هيحصل في دول هيحصل امتى بقى في اخر حاجة وهي الهومورك اوكي الهومورك ايه الهومورك دي اوكي الهومورك قلتها زي معي اوكي اه مش هيبقى كتير زي قبل كده مش هيبقى كتير زي قبل كده اه بس انا عملت حاجة جديدة السنة دي في اولة او تانية او تالتة اه ان انا عملت بوكلت اه جبت فريق كامل اشتغل على البوكلت ده اه انه يجمع لك المسائل من كل حتة اوكي كنت بعمل كده السنة اللي فاتت بس كنت بعملها جزء جزء دلوقتي انا اقدر اجمع الافكار كلها مرة واحدة اه في كل المصادر اللي موجودة يعني البوكلت بتاعي هيبقى فيه اي مسألة موجودة في كتاب المدرسة كتاب المعاصر بنك المعرفة اه الويب سايت بتاع النجوة اي مرجع خارجي اي مكان تتخيله او ما تتخيلوش مفيش افكار متعلقة بالدروس بتاعتك معلنة مش هتلاقيها في الايه اه مش هتلاقيها في البوكلت بتاعي بالاضافة للورك شوب اللي انا هقولها ودي هننزل فيها السنتر مرة واحدة في الشهر لسه هو قلها دلوقتي انا جاي هو هقولها اوكي واللي امتحنات بتاعتي يعني يا مستر يعني ما فيهوش كل الافكار ولا فيه كل الافكار كابتن افهم هو فيه كل الافكار باستثناء شوية افكار هحطها انا في وورك شوب زي مراجعة كل شهر بعد اربع حصص ماذ اربع حصص ميكانيكس ولو انت اقولها سنوي يبقى اربع حصص ماذ بس عدى شهر هعمل حاجة اسمها وورك شوب ورشة عمل ده بيبقى شيط مثلا ريفيجن عالشهر كله الشيط ده ممكن يبقى فيه ميت مسألة الميت مسألة دول منهم سبعين افكار مشابهة الافكار كانت موجودة عندك في البوكلت وانت اوليدي حلتها قبل كده وثلاثين فكرة جديدة عشان اعلمك ازاي تفكر ما حطتهمش ليه في البوكلت عشان اعلمك انت غابي هلا انت بديقى غباء معنى عشان اعلمك ازاي تفكر اوكي طيب الامتحنات بتاعتي نفس الكلام هتلاقي فيه ستين في المية افكار شبه طبعا مش هي هي شبه افكار موجودة في البوكلت وانت اوليدي حلتها ده الكويس بتاع كل حصة اوكي وفيه تلاتين في المية او اربعين في المية افكار جديدة اول مرة تشوفها ما حطتهاش كلها في البوكلت اه عشان اعرف ادربك طيب على اخر السنة ان شاء الله هتلاقينا حلنا اه تقريبا كل الافكار اللي موجودة في الحاجات المعلنة يعني يا مستر هل انا ممكن اخش الامتحان الاقي فكرة جديدة انا ما شفتهاش قبل كده اكيد ده انت اكيد هتلاقي فكرة جديدة ما وانا لو ضامن ان انا شحلك كل المسائل ما كنت حلت بس اه انما اللي انت هتشوفه وبعض الناس كانت بتعيب عليها في الحتة دي يقولك مستر انت بتضيع وقت كتير في الشرح بتفاصيل مملة احنا مش محتاجينها لا سوري انت محتاجها اوكي انا لو انا ضامن ان انا هجيب كل الافكار ما لما كنت شرحت لكن انا اهم حاجة عندي الشرح ان اعلمك كويس طيب ليه انا بدربك يعني من باب الاحتياط لكن هو طبعا الشرح اهم حاجة اهم حاجة انك تفهم وتتعلم الحل ده بيكمل بقى طب لو انا حلت افكار كتير قوي تو انفينيتي وانا مش فاهم المنع الكويس ولا هارف حل حاجة في امتحان اخر السن اه لان النظام الجديد الحمد لله اه كان نظام حلو جدا بيعتمد على انك تكون فاهم اوكي طيب الوركشوب دي بعد كل شهر اه بنزل الوركشوب شيت كده اه ده بيبقى ريفيجن في حاجة او حل من الاتنين يا اما انت هتيجي تحل قدامي في السنتر ده لو انت حابب يا اما انت هتيجي اه سوري يا اما انت مش هتيجي وهتحل اونلاين ده لو انت طالب اونلاين فقط اوكي انا شخصين افضل اونلاين طب ليه هتنزلنا سنتر يا مستر او بعض الناس هتنزل سنتر فيه ناس بتحب كده فيه ناس تقولك انا حب اشوف المدرس يعني يعني فاهم انا جرافك مثلا فانت بتشوفني مش فاهم انا بني ادم انت السفيدة لما تشوي لك لا اما عارش احب اشوف المستر ورواف قدامي ونستني تقولك لا انا اقعد اونلاين اقعد في بيتي اه لابس اللي انا عايزه اه اشرب شاية اكل مكارون انا حر اوقف شوية واروح اكمل واحل وانا حر اقعد براحتي حل ساعة وارتاح انا شخصيا انا فضل اونلاين فيه طلبة تانية تفضل السنتر اعمل اللي انت عايزه تمام اه طب عشان برضو تبقى عارف في تالتة سنوي السنة دي انا شغال اه الونلاين بيبقى فيه الشرح ليه لان ده احسن حاجة عملت في الحياة يعني دي من مميزات الكورونا اه الندرة اوكي انت بتسمع دايما حد يقولك ايه اه ما تاخدش ماس اونلاين ما تاخدش ماس اونلاين بس صدقني الطلبة دي مش معايا الطلبة اللي معايا واللي جربت معايا حب الونلاين اكتر من السنتر خلاص لانه هو وفر لنا حاجات كتير ادلنا نستفيد منه اه اخر حاجة قبل ما اقولك ازاي تحجز اه انا اوعدك في حاجة اوكي انا اوعدك اه ان السنة دي انت هتتعلم كويس قوي سواء انت اولى سنوي او تانية سنوي اه بايدويا انا نازل اولى سنوي اولى سنوي قصة انا ما بشتغلش اولى سنوي نازل عشان اعلم الناس اه انا تقريبا ما بستفيدش منها حاجة الهدف الوحيد ان انت تتعلم اوكي طب تانية سنوي كان فيه برضو اقتراح ان انا اوقف تانية سنوي بس انا برضو نازل تانية سنوي عشان الناس تتعلم اوكي ان انا حابب الناس اللي في قولة او تانية يتعلموا صح عشان نخش تالتة نضاف اوكي طيب فاخر حاجة انا اوعيدك ان نظام الاونلاين انت هتكتشف انه احسن بكتير معاي انا عشان محدش يقول او يوحد الكلمة انا معرفش مدرسين تانية شغالت ازاي ايا كانت المادة عشان محدش يجي يقولك الميستر قالت اونلاين احسن بالسنتر انا مقولتش كده انا بقول معاي انا انا بوفر لك يعني انت دلوقتي لما تكون انت طالب معاك اتنين على الواتساب على طول اه موجودين معاك طول اليوم كل يوم في الاسبوع فاهمني اه فانت تقدر تسأل في اللي انت عايزه حاجة مش فاهمها خطوة مش عارف ايه وكمان ايه بقى هو انت مش هتسأله في مسألة فيحلها لك اه بالمناسبة الهومورك البوكلت هيبقى فيه الهومورك كده اه بيبقى فيه فيديو حل للهومورك مسألة مسألة بالتفصيل الممل حتى لو مسألة فكرتها متكررة هتتحل في الفيديو بالتفصيل الممل ومع ذلك معاك اتنين تسأل لي رايحك عشان يبقوا متوفرين دايما ان هم ان شاء الله يساعدوك طيب ايه فايدتهم بقى انت مش هتستفيد حاجة لما توقف قدامك مسألة وتشوف حلها انا استفدت ايه كده انا مش عايز اعرف حل يا جماعة انا عايز اتعلم حل فهم هيعملوا كده اه البرسونال اسستنز دول يا جماعة بنعمل اجتماعك كل فترة كل شهر او مرتين في الشهر بعض اقول لهم ازاي جاوبه يعني انت مسلا تيجي تسأله في مسألة هو مش هيحلهالك هو هيديك فكرتها عرفت عرفت معرفتش هيساعدك سنة هيلغيك لحد ما انت اللي تكتشف حلها معرفتش خالص هو هيوقف هيقولك سورة انا مش هقدر اساعدك اكتر من كده لا روح شوف الفيديو لان ساعتها الفيديو هيبقى في يد لك حدفهم حاجة معي اوكي طائم تيجوا معنا اتكلم عن تفاصيل الحجز صلاة عنها بحبيب اه اه اني اساؤتمر كده بالنسبة ل lay is تفاصيل الحجز هيباشة ركز معي باشا تفاصيل حجز اللي ايه ازاي نحجز اوكي طائم اه مبدئيا هتلاقي اني سايب لك لينك بتاعي هتخش تسجل عليه اهما حاجة اتدخل بيانتك صح حكتين بس نبع عليهم رقم واحد رقم وليه امرك يا بني ادم يدخل صح. اوكي? هتوقف بقى تدخل لي رقمك ونفسه رقم وليه امرك او تديه رقم اخوك الكبير على اعتبار ان هو وليه امرك او تديني رقم غلط او تديه رقم واحد صاحبك ما هنعرف. اوكي? اه انت بتتعاملش مع بهاي. ها? اه لو سمحت. دخل رقم وليه امرك صح ده المصلحتك انت. انا مفيش في ايدي حاجة يا ما عاملها يعني انا لو عايزة تردك هتردك. انا ببلغ وليه امرك عشان خطر يبقى فيه متابعة. اه فلازم رقم وليه امرك بيبقى صح. فانا اسف اي حد رقم وليه الامر هيبقى غلط. هنكتشف انك كتب غلط. انت كده كده الترد تطرد مهائي. يعني مفيش فرصة ها? انك تدخل تاني. لا باعتذار ولا ان انت ديجي تقول لي اصل انا اصل انا اخبطت في بدل مش عايز اهبل اوكي? اه راجح كويس قوي رقم وليه امرك بالزيت. تمام? رقم اتنين يا جماعة. بلاش حد يدخل بتاعه اي حاجة اي باسورد الايميل شخصي. الفيسبوك الاستجرام ما انا معرفش يعني ايه? الجيميل. ليه? لان الباسورد ده انا ببقى مطلع عليه. انا الحمد لله يعني انا شخصي انا ده بنتصحك نصيح اهم. انا بتاعي مفيش حد بقى مطلع على الباسورد غير انا. يعني الاداريين وكده بيبقى ليهم اكاونت تاني ببيشوفوش الباسورد ده دي يعني. لكن انا اقصده في مواقع تانية في مدرسين بتسيب الاسستنز وهم اللي مسؤولين. طب هلان انا بشكك في الاسستنز الناس تانين? لا طبعا. هلان اشكك في الاسستنز بتوعي? لا. بس انا بنصحك نصيحة عامة. افرد الويب سايت تتهكر. افرد حد كيفو يخش عالفيسبوك بتاعك. اه دايما يا جماعة كده. حاجة الف به لما تيجي تسجل على اي ويب سايت. ما تحطش الباسورد بتاع الاكاونتات المهمة. زي الجيميل. لان الجيميل ده ممكن ممكن يجيب الفيزا بتاعتك. اوكي? ممكن يجيب لك موبايلك كله. يعرف انت بتعمل ايه وما بتعملش ايه? زي الفيسبوك لانه ممكن ياخده يغير الباسورد وخلاص. حد فهم قصدي? فما تحطش طبعا انتو بتعملوا ايه? يقولك انا احط الباسورد واحد في كل حاجة عشان ما نسهووش. اوكي? طيب بلاش تعمل كده. ها? طيب. تاني. تاني حاجة? لا خلاص انا خلصت في حتة التسجيل. بعد ما تخلص هتلاقي في حاجة اسمها لينك الفيسبوك. في ناس بقى بتيجي تسألني تقول لي ايه? هو ايه لينك الفيسبوك ده? ها? بديقها خرق. ايه لينك الفيسبوك ده? ايه لينك الفيسبوك ده? لينك الفيسبوك. لينك الفيسبوك? يا. لينك الفيسبوك. يا جماعة. طبا بقى بقى ليا واحد بقيت لها الوقت سابعة لوحدة. مصر هو ايه لينك الفيسبوك ده? لينك الفيسبوك. تقول لي احط ايه? ما هتشلح ازاي حطي لينك الفيسبوك. خش على الفيسبوك بتاعك. في بتاع كده في الموبايل مش عارف اسمها ايه كده تحت. اسمها ايه ايه ايه? شوف اللينك بتاعك وخده في البتاع. اوكي? او ايه صده? اوكي? ها? طيب. بعد ما تسجل هيظهر لك كود مكوام من اربع ارقام. خلي الكود ده معك. خده كده كده. يبقى ده الكود بتاعك على الموقع بتاعي. تمام? اهم حاجة بس تأكد انك مداخل رقمك انت كمان صح? عشان ده اللي هنتواصل بيه معاك. بعد انت كده 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 انت خلاص سجلت على الوبصائب بتاعي. طيب. اه الدفع ازاي? اه دلوقتي انا موفر تقريبا سناتر في الجيزة كلها. مش تقريبا. لا في الجيزة كلها انا موجود في سناتر. فانت تقدر تروح تدفع في السنتر. اه اغلب مناطق القاهرة موجود فيها. اه الاسماعيلية موجود في سنتر برضو سنتر العوضي. اه فاحنا كده التلات مناطق دول انت عندك سنتر تدفع فيه. وبالتالي انت هتقدر تستلم الكتاب. حلو كده? طيب. عشان برضو تبقى عارف. هرجع على موضوع الكتاب ده. فالتلاتة دول انت هتروح تحجز وتدفع فيهم الشهر. الدفع بيبقى بالشهر. طيب. اه بالنسبة لطالب محافظة تانيا. او طالب ساكن في القاهرة مثلا في مدينة نصر بس السنتر اللي في مدينة نصر بعيد قوي عنه. انا معرفش اش ما يعني مدينة نصر. ايا واتيفر يعني. ساكن في حتة. مش عايز يجي سنتر. مش يعرف. سنتر بعيد قوي عنه. فهتضطر تعمل ايه? هتحجز من خلال انا اه فودافون كاش. طيب. كده عندنا مسألة الكتاب. بص يا باب. لو انت حاجزت فودافون كاش. انا عبعط لك الكتاب بي دي اف عادي. انت عايز تتبعه تبعه. عايز تزاكر بي دي اف لو معك تابلت او حاجة. انت اكيد معك تابلت. فانت ممكن تزاكر من التابلت عادي جدا. اوكي? اه طبعا من عالموبايل هيبقى سخيف. اه خلا بلاك انت ما بتزاكرش من الكتاب. هو بقى فيه سامري كده. اه بس مش محتاج تزاكر منها اوه. هو انت بس بتحل من الكتاب. ماشي? في ناس تانية انا واحد منهم بتعب من ال اه. بتعب من ال اسمه ايه? بتعب من اللايت اسمه ايه ايه? الاضوقة بتاعت الموبايل في ايه يا لا? الاضوقة ما فيهش حاجة اوكي? اعيني بتوجعني اوكي? طيب فا اطبعه. طب لو سنتر قريب منك احجز في السنتر عشان تعرف تشتري الكتاب منه. طيب الكتاب اه انا هبعدته بي دي اف من غير فلوس. طب لو هبيعه في السنتر ما انا مش هبيعه بفلوس انا هدفعك تمن اتباعه. طبعا الفرق ان انت لو طبعت و هتلاقي نفسك دفعت اكتر. لان انا مسلا بطبع كمية كبيرة. اه فبالتالي الكتاب بيتحسب لي ارخص بكتير من اللي انت هتطبع به. اه فسواء انت سنتر او اونلاين انا مش بتربح من الكتاب. اه فانتو الاتنين اكويفلنت. انت هنا هتدفع فلوس قليلة. انت هنا هتدفع فلوس كتير عشان تبعه. تمام? بس واحد ما هو انت عشان تروح سنتر مكانك بعيد. يعني مفيش حد احسن من حد. اوكي? طيب. اه وانت بتسجل هتلاقي فيه حاجة اه سمع سنتر اونلاين ولا اونلاين بس. اختار اي حاجة لان كده كده مش هتفرق. اه فقولة والتانية سنوي. اه انتو الاتنين متحلقوا تحضروا الحصة اللي في الشهر في السنتر مفيش مشكلة. اه دي بسيطة هنتفق عليها بعدين يعني. اه ايه تاني? ها? دفع. خلاص مايدفعوش. عملوه مايدفعوه ايه. خلاص يا جماعة? بقى الموضوع بسيطة جماعة. ما عرفوش حاجة يعني. عايزين اقول حاجة تاني? انا مكنش عايز اطلع الفيديو ده والله يا جماعة. اوكي? اه كنت عايز اقول حاجة امان. مش عارف والله. يعني قولي اي حاجة. فكروا فكروا. السنتر. يعني فيش حاجة موضوع بسيطة يا جماعة. اوكي? طيب اخر حاجة بقى لازم اقولها لك. اه الحتة دي مهمة جدا. اه? ايه? في اطلع نبا جماعة. انا خلاص خلصت الكلامي. اه باي باي.